على وقع القصف الذي يستهدف المدنيين في تاعز ومواقع الجيش والمقاومة في عدة مناطق تصل طليعة المراقبين المحليين تنفيذا لمراقبة وقف اطلاق النار وصول المراقبين وما ينتظر مهمتهم من تحديات دفع جملة اسئلة الى استدارة حول احتمالات نجح او فشل اللجنة في المهمة الموكلة اليها ذلك ان طريق المراقبين الى المدن والمناطق التي تتعرض بشكل يومي للقصف والحصار يبدو حتى اللحظة غير معبد لم تعرف بعد تفاصيل بروتوكول عمل المراقبين التي كان ينبغي مناقشتها ونشرها على وسائل الاعلام ولس من معلومات حول امتلاكها تفويضا حاسما وموارد بشرية ولوجستية للانتشار على كامل المحافظات ومناطق الصراع ففي التفاصيل تكمن المعضلات دائما بعض ملامحها يمكن استقراؤها من خلال تجربة عمل المراقبين العرب في سوريا الذين انسحبوا بعد فشل مهمتهم اثنى عشر مراقبا هم عدد اللجنة المشكلة لمراقبة انتهاكات الهدنة والسماح بمرور المساعدات الانسانية في ست محافظات قبل بدء محادثات السلام المقرر عقدها في الكويت الاسبوع المقبل مراقب استبعدوا نجاح اللجان المشكلة هذه في اشارة منهم الى ان تجربة الميليشيا في الالتزام بالهدن معروفة لا يتعلق الامر باختراقها وحسب وانما بعدم رغبتها في السلام ايضا ويرجح البعض قيام الميليشيا بوضع عقبات امام المراقبين المحليين عبر حدها من حرية حركتهم وفرض قيود على استقلالية عملهم ذلك ان معظم المناطق التي ستنتشر فيها الفرق ما تزال محاصرة ومن اجل مهمة المراقبين لوقف اطلاق النار يجب توفر مقاييس رئيسية ترتبط بحرية حركتهم ومنحهم تفويضا بالدخول الى كل الاماكن التي يرون انها ضرورية لانجاز المهمة